اشتركوا في القناة قالوا لم يبقى في هذه المدينة الى مسجد واحد التجانية لم نستطيع ان نسدلها قالوا متعصدين متعصد شديد قلتوا نذهب اليهم ونستأذنهم ان اذننا بالكلام بلقنا منعونا حتى اذب الى الله لحما اجيهم بالقوة فجئنا وصلب على الامام وبعد ما فرجل سلبت عليه تسمح لي اربية كلمة في السؤال هؤلاء فتفضل فتكلمت تكلمت بارك الله فيه ادعو الى الله على التوحيد الى السنة الى 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 وانتقب بعض الاخطاء الوجودة وصلت الى حديث مثلا ذكر فيه حديث هاشا ضيابا المستفقى ثلاث من حدثك بهن فقد اعظم الله من قال ان محمدا ظاربه فقد اعظم الله ومن قال ان محمدا يعلم ما في غد فقد اعظم الله والسوق العاية ومن زعم ان محمدا لم يبلغ فقد اعظم الله فريعا هو قال نصف جالس وابد قال والله ان محمدا رأى ربه بعيني رفسه قلت له اجزاك الله حيرا اما عائشة التي هي اعلم الناس به فقد قالت كذا قال من زعم ان محمدا رأى ربه فقد اعظم الله والله لو كان صلاة ربه الا اخبر احنا. كم يليك? قلوا يا اخي انتظر. حتى انهي كلمتي وبعد ذلك اسأل اما شئته. الذي اعرفه اجيب فيه. والذي لا اعرفه اقول لك الله على. وصرقته وصبت اصدت في الكلام. لا او راح لعدي. ما عمد. قليل? اسمع واحدة. والله الكلام اللي يقول زول دحق. اه. زول للرجل. عند السودانيين يقول للرجل? الزول. والله شوية اسمع تالية. والله الكلام اللي يقول زول دحق. الله كان صوبة. حتى ابدى لسرات الاشياء. هاد الكلمة. واقيمت الصلاة. واذا بهم يدفعوني لاصلي بهم. فقلت ابدا يصلي الامام. قالوا والله تصليه. والله تصليه. قال طيب. سميك بهم. وبعد ما فرغنا ابغى اسئلة ما فيه. خرجنا على الشراء الانساء والسلماء. قلت اين ذهب الامام? قال طردوه. من طرده? قال هو ما جمعته. جمعته. ما اصلا. لا يقدم يتحركوه. والله هذا لدي حصولي اخلاف. لو جاء انساء السفة التجاني المرغني الكذاف. والله يا ابن باعوا يبقى. مخبص يتضوئ. لكن لما تجيهم بالحكمة واللطف. بارك الله يقول. فنفع ام الله هنسوا وجه. نفع ام الله بهذا. فاستخدموا يا اخوة العلم النافئ. والحج القاطع. والحكم النافئة. بارك في دعوتكم. وعليكم بكل الاخلاق الجميلة النبيلة التي حث عليها الكتاب. وحث عليها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فانها عوامل نصر وعوامل نجاح. وصدقوا ان الصحابة ما نشر الاسلام ودخل في القلوب الا بحكمتهم واعلمهم. اكثر بالسيوف. والذي يدخل الاسلام في حتى السيف. فلا يدخل. ولذي يدخل الاسلام. يدخله عن طريق العلم والحج والدرهان. هذا اللي يدخل امان. فعليكم بهذه الطرق الطيبة. وعليكم بالجد في العلم. وعليكم بالجد في الدعوة اشتركوا في القناة.